دايماً إليسا بتغني للحب وللحياة وإحساسها مختلف وزي ما كنت بقول أنت دايماً لما بتغني القصة الحب بتعايشين القصة بكل حالتها ليه إليسا دايماً مرتبطة باللون ده؟ لا أنا إذا بتتابع الأرشيف طبعي أنا عندي في تنوع كتير بالأعمال طبعي بس الهوية طبعي وصوتي هو بيوصل إذا بدك بطريقة مباشرة لقلب المستمع وأنا بعمل جهد أنه وصل اللي أنا بغنيه لقلب المشاهد على طول في صدق باللي أنا بقدمه من كل قلبي مشان هيك بيوصل بحب وأكتر من كتير غيري بقدم هالنوع من الأغاني حتى في الكورونا لما غنتلنا هنغني كمان وكمانه وهنرقص على الأحزان طلعتين من المود ده وكنتوا لابسين بفجامات طلعتين من مود الكآبة بتاع الكورونا اللي كنا قاعدين في جوالبيوت صوت كله حب وحياة لا يعني آخر شي نحنا أنا بقولك أنا مش بس بقدم أغاني أنا بقدم رسالة المفروض توصل من خلال الأغاني طبعي من خلال مواضيع الأغاني اللي أنا بقدمها وأنا متل ما بتعرفي قدمت كتير مواضيع وكتير مواضيع متنوعة من خلال الأعمال طبعي الفن رسالة يعني أنه حلو تعمل انترتيمنت للعالم بس حلو تقدم رسائل توصل أنا عم بخدم مجتمعي عم بخدم من خلال الشغل طبعي من خلال فنة عم جرب أخدم قدمة مفية يعني أقدم مواضيع متنوعة رسائل حقيقية للعالم من خلال الكليبات من خلال مواضيع اللي عم قدمها بالنتيجة أنا إذا ما عملت هيك أنا ما بكون عم قدم فن بكلمة يعني معنى الكلمة شكرا